أنه يعني أنه ما فيش فرصة أنك يرواش يغير التشكيل أو يعزز الأوراق الهجومية عندنا يعني كدرس مستفاد أو نتيجة من مباراة الزهاب والأداء اللي تشوفناه بصي هو حتى لو الإمكانيات متوفرة فده مش يحصل في ثلاثة أيام يعني المدة قليلة جداً فما حدش ينتظر أنه ممكن يحصل أي حاجة جديدة المهم أنه احنا نحافظ على الشكل ده اللي احنا نجحنا به وحققنا به النتيجة المطلوبة فأكيد احنا في السنغال بنسبة 99% هنحافظ على الشكل اللي كنا بنلعب به احنا ممكن نتكلم احنا هندفع من منطقة متقدمة شوية من نص الملعب ولا هنلعب لو بلوك من أول المتش دي اللي هي فيها كلام خصوصاً مع استدعاءات المدافعين اللي هما موجودين دلوقتي احنا فقدنا المدافعين الأساسيين صحيح واللي موجود دلوقتي علي جبر علي جبر يجيد تماماً وإحنا بنلعب لو بلوك زي ما كنا بنلعب أيام هكتور كوبر لو تتذكر أفضل فترة لعلي جبر وأفضل مطشاة حياته وهي اللي كانت مع هكتور كوبر ليه كنا بنلعب دفاع متأخر هو بيجيد التمركوس جهود 18 وبيبقى كويس جداً طول ما هو شايف الكورة يعني الكورة ما تلعبش في ظهره ما بيلفش ما بيعملش ترنات ما بيعملش سبرينتات هو واقف بيستقبل المهاجم أو بيستقبل كورات عرضية فإحنا النوعية المدافعين اللي عندنا دلوقتي سواء ياسر أو علي جبر اللي هما مرشحين بقوة أنه هما يلعبوا المباراة هما ناس بتوع دفاع صريح تمام مش بتوع سرعات مش هنقدر أنه إحنا نزق الملعب لقدام ونغامر بأنه هما يدخل في سبقات سرعة مع مهاجمين السنة طب وده هيأخر بناء الهجم ده هيأخر بناء الهجم لأنه أصلاً لاتنين مش مميزين في الخروج بالكورة يعني ده بقى ده موضوع تاني إنه إحنا هنخرج بالكورة إزاي أنا أكلمك في ده لأننا يعني لو فكرنا نلعب حتى على المرتدات فالهجمة هتبقى بطيقة هتلجأ للكورات الطويلة يعني إحنا في الشروط الأولاني مثلاً في مطش السنغال كان شكلنا كويس نسبياً لأن أخذنا فترة بنعرف نخرج بالكورة كان عندنا محمد عبد المنعم والوينش فمحمد عبد المنعم بيقدر يطلع بالكورة وكان بيسقط حمدي فتحي من نص الملعب في لحظة بنا الهجمة يبقى بين الاتنين فبقى حمدي مع عبد المنعم مع الوينش التلاتة بيطلعوا على اتنين في نص الملعب اللي هم السلية والنيني ففي مسلسات ففي أماكن كتير أو زوايا كتير للتمرير واضحة بنقدر نخرج فيها مع خروج عبد المنعم للإصابة ونزول ياسر فالتنين اللي وراء ما بيعرفوش يطلعوا بالكورة حمدي كمان التزم أكتر بنص الملعب ففقدنا أن نحنا نقدر نخرج بالكورة خالص فكان الشكل في الشرط التاني أن نحنا مش قادرين ننقل 3-4 نقلات ده تغير نسبيا لما نزل مرموش وبدأنا نزق الملعب شوية ونمسك كورة بس ده إحنا ما نقدرش نعمله قدام السنغال طول الوقت عشان بس يعني في ناس شافت أن نحنا لعبنا شوية حلو قدام السنغال لما نزقنا كورة وآخر 10 دقائق أو ربع ساعة لما نزل مرموش إحنا كان شكلنا حلو بس إحنا قدام السنغال ما نقدرش نلعب 90 دقيقة كده خالص إحنا حنبقى ملتزمين دفاعيا حنحاول في بعض الوقت أن نمسك كورة ونحافظ عليها لكن مش نقدر نعمل كده قدام السنغال 90 دقيقة